مزارع المغرب نستعمل فيها قاطعة كهربائية لرفع وخفض درجة الحرارة بالشكل الذي ترونه وهي متوفرة في المحلات كما نستعمل فيها لنبة بـ 75 وات كما ترون ها هي اللنبة تساعد أن قاطعة بخفض ورفع درجة الحرارة وكما ذكرت من قبل فإن الفقاسة في مرحلة التفقيس وها هو أول كتكوت يغادر بيضته نستعمل فيها أيضا جهاز لمعرفة درجة الحرارة ودرجة الرطوبة إناء كبير به قطع من الإسفنج لضبط الرطوبة القليل من القش أو نجارة الخشب استعملت فيها أيضا قلم لتحديد اتجاه البيضة حتى تساعدك في التقليب بزاوية 180 درجة واليوم 21 يوم تمر على وضع البيض والنتيجة بدأت تظهر اليوم وهو أوصوص وضعت عشر بيضات للتجنوة ظهر أن خمس بيضات لم يكونوا مخصبين بقية البيض مخصب والصيصان على وشك الخروج هي طريقة سهلة وبسيطة جدا يمكنكم استعمالها حتى لا تضيع البيض وهي تستعمل لجميع أنواع البيض دون استثناء أتمنى من الجميع مشاركتها لا يفوتني أن أعلمكم أنه في الأيام الثلاث الأخيرة تتوقفون عن التقليب كما تستعملون هذا القارورة التي تساعد على رش البيض لزيادة الرطبة في الأيام الثلاث الأخيرة أي من يوم 18-19-20 مع مراعاة عدم تقليب البيض في الثلاث أيام الأولى والثلاث أيام الأخيرة أتمنى أن يكون الفيديو هذا قد أفادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزارع المغرب معا نرتقي بالقطاع الفلاحي شكرا